لا تزال أصواتهم في أمدرمان تصدح حرية صراختهم كانت محصورة على الجياع والعطلين عن العمل ومن فقدوا الاتصال بدويهم القابعين خلف قطبان السلطات اليوم انضم إليهم أطباء العاصمة ومدن أخرى احتجاجات مسلمية في قاعات المستشفيات تطالب بإقصاء الرئيس عن مشهد بلادهم السياسية وعودا على بدء أمدرمان حيث أخدم جامعة للبنات الطالبات تركنا صفوفهم لأخذنا حصة في شوارع الحراك الشعبي السوداني العريض إرحال صراخنا كذلك السلطات السودانية قررت تشكيل نيابات ومحاكم للطوارئ في كافة أنحاء البلاد أما الشرطة فأصبحت تتمتع بصلاحيات أوسع عندي قبل بمعنى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بصرف النظر عن طبيعتها لوأد الاحتجاجات حكام ولايات سودانية أقيلوا وعين بدلا منهم مسؤولون في الجيش والأجهزات الأمنية أما المواقف الدولية التي لم تعرف راحة منذ نشوب التظاهرات محصورة بالانتقادات حتى اللحظة دول غربية واليولايات المتحدة كذلك أبدو تخوفهم من عودة الحكم العسكري في السودان فما يجري على الأرض نصرفات أمنية دون محاسبة وتقويض لحقوق الإنسان ولدور الحكومة شعب خرج منه من عاد ويتهي اليوم جديد من التظاهر آخرون خرجوا ولم يعودوا ترجمة نانسي قنقر